السلام عليكم ورحمة الله هذه المحاضرة الأولى في شرح برنامج Leica Construction Data Manager نفتح البرنامج على الديسكتوب مقيمة Start Construction Data Manager يفتح لك البرنامج بالواقع Point ID Est North Height Description ممكن تعمل New بس هو أصلا معمول New فإن انت لو كنت تفتح حاجة مثلا ممكن تعمل New أو تعمل أمل لحاجة عديمة أنت كنت تحافظها خلينا نبتدي الأول أول حاجة أنا عايزة أنا عايزة أعمل Import للداتا بتاعت مش كده طيب بس أنا لما أجع هنا أعمل Import ما بيدي ليش GSI طيب أجيبه منين Export Word نفس النظام قال لك من File تركز معي و اكتب File Open اختاره GSI اللي انت عايزه هقوله والله GSI اللي أنا كنت مطلعه من Total Station آهو اختاره نزيل زي ما هو Point ID East North Height Description صح الكلام طيب أنا عايزة أخرج ده في شكل ايه؟ شكل Excel اختاره text file desktop 14.6 سيف مش كده؟ هنفتحه هو ولا مش هو؟ جميل طيب خرج معك تيكست تروح انت بقى ايه؟ فتح Excel وزي ما بنعمل بقى عشان خطر نردت بالنقط لو حد فاكر يعني اختار له من هنا All Files A4 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 النقطة عنده هي شي البقى اللي انت مش عايزه نقطة بايزة زي دي كده مساحة ارتبها باركام جديدة اللي انت عايزه كله تقدر تعمله منها تمام؟ تمام؟ طيب العملية بقى العكسيه لان انا عايز اخرج عندي نقط على الملف ده انا اللي عامله نقطنا اللي عاملها مثلا نطلعها من السيفل تعال نقفل ده خالص نعمل file name دي نقطنا نطلعها من السيفل دلوقتي وصلنا كان نكمل ان شاء الله اللي عملية العكسية للدرس اللي جاي يبقى احنا كده عارفنا ازاي ندخل النقط اول حاجة بقوله file open افتح ملف GSI بتاعي فتحت ملف GSI او تطلعه open بيدخل هنا point id is north site عايز اخرجه بقوله im export export csv او text مش هتفرق معي وبعد كده تاخده تفتهى excel ترتبه delimited tab space comma وبعدين تتعامل معي عادي بقى ان شاء الله نتعلم العملية العكسية لو انا عندي file text او ملف excel ازاي ندخله هنا ونطلعه GSI بحيث ان احنا ننزل نوقعه من total station على طول بسهول يالله يارب تكون مستفادوا